اشتركوا في القناة لكن بأقل حدة ضباب مرتقب خلال صباح الباكر ليوم الغد على كافة المرتفعات الداخلية حتى على شمال السحراء ومنطقة الوحاد تصبح الأجواء مشمسة خلال النهار بحول الله لكن ستكون الأجواء مغشاة ابتداء من الظاهرة نحو المناطق الشمالية الغربية سفأ تمسى يميز مناطق وسط السحراء لغاية أقصى الجنوب مع نشاط بعد الزوابة الرمدية المحلية قد تتصاعد حبيبات الرمال لغاية سواحل الغربية الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى باردة ودون السفر نحو المناطق الداخلية الوسطى والشرقية 3 درجات تحت السفر كعدنا مقياس بباتنا سطيف خنشلة الدرجة السفر بكل من تيارة سعيدة والبيت 3 درجة فقط بعنا باسكيكدا 4 درجة بالعاصمة 10 درجة بوهران 11 بيتينمسان نفس المقياس جنوبا بكل من أضرار وتمن راسة البرودة تبقى محسوسة خلال صباح الباكر بشمال الصحراء درجتين فقط بغردايا 5 درجات ببشار وورقلا 16 درجة ببرج مجيم مختار وترتفع إلى 18 درجة بأقصى الجنوب خلال ظاهرة الغد ارتفاع لدرجات الحرارة خاصة نحو سواحل الوسطى والغربية في حدود 20 درجة بالعاصمة ووهران 16 درجة بجيجل بي بيجايا كذلك بسكيكدا وعنبا 13 بكل من معسكر غيريزان 7 درجات بالبيت 9 درجات بالجلفة مقاييس ما بين 12 درجة بالجنوب الغربي إلى غاية 15 بشمال السحراء 17 بالواحد 19 بالجنوب الشرقي في حدود 22 درجة بالمنيعة وعن صلاح لترتفع لتقارب 31 درجة كعلى مقياس ببرج مجيم مختار البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب إلى مطارب نحو سواحل الغربية رياح ضعيفة إلى معتدلة ضمن تيارات شرقية تماما تدور إلى جنوبية شرقية نحو سواحل الشرقية ترجمة نانسي قنقر